قبضت شرطة الجمارك على سيارة محملة بجوالات من الأسمنت المهرب من دول الجوار حيث تم عرضها أمام وسائل الإعلام المختلفة محمد طاهر والتفاصيل تعد شرطة الجمارك من أهم عناصر أجهزتها التي تقوم بمراقبة وضبط كل المخالفات الجمهوركية التي تقوض إرادات السيولة لخزينة الدولة عبر الضرائب الجمهوركية لكنها تواجه بعض العقبات لدى مراقبتها المهربين وسالكي الطرق الملتوية وبهذا الصدد ألقت شرطة الجمارك القبضة على سيارة مهربة بالأسمنت التحمل أكثر من 1200 شوال من الأسمنت من بين 3000 طن تم ترخيصها لأطاءات تزود مشروع الاتحاد الأوروبي لكن القائمين بالأمر غيروا مثار هذا الترخيص وتم تحويله إلى الأسواق وبما أن العملية تعد مخالفة للنظم الجمهوركية وخرقا للقوانين المعمول بها فإن الإدارة تطبق القوانين اللازمة بحق كل المخالفات الجمهوركية حسب القانون فعلى التجارة عدم التمويه والتلاعب بالمستندات الرسمية المصرحة للشركات وتخفيض قيمتها الجمهوركية أو عفائها كليا كي تسير في مجراها وإلا تعرض مخالفها للعقوبات ومصادر الممتلكات المهربة ترجمة نانسي قنقر